نبتدي بمستجدات الأخيرة طبعاً فترة ما بعد كابتن حسام البدري لإعلان عن تولي كارلوس كيراش المدرب البرتغالي لمسؤولية المنتخب إزاي بتشوف القرار رغم أنه معظم الأصوات كتبت نادي أنه المرحلة دي الأنسب لها مدير فني مصري بتصرف النظر عن الاسم يعني بالزبط بالزبط أعتقد أن يعني كل الناس كتبت متفقين أن المدير الفني بقى مصري لأنك أنت بتتكلم في 25 يوم أو 30 يوم وتلعب مجرار أقل من 30 يوم أقل من 30 يوم وتلعب مجرارة لتوصلك كسع علم لما توصلتش ده مشكلة كمان اللي زود يعني تعقيدة الموقف أنه ليبيا دلوقتي بيت متصدر ما أنا بقول لك يعني ليبيا هتلعبك المطش الجاي وهي عندها الدوافة أنها تخفز على صدارة المجموعة يعني أنت تخيل مثلاً أن الاتحاد الكورة مثلاً حتتشارت في العقد تقريباً أنه ممكن بينهي التعاقد في حالة عدم وصلنا لكسع علم ده ممكن لقدر الله يعني عدم وصلنا لكسع علم ده يبقى في المباراة اللي جاية لو أنت مثلاً خسرت من ليبيا لقدر الله يبقى ما كده خلاص أنت بتبقى نسبتك يبقى الأمل ضعيف الأمل ضعيف جداً 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 فبالتالي هي دي يعني أنا في رأيي أن فيها مجاسفة فيها مجاسفة أنك تروح لمدير فني أجنب رغم أنه ليه اسم كبير جداً وليه إخفاقات وليه طبعاً طبعاً إنجازات وليه إخفاقات لكن هي المشكلة في الوقت الوقت كان محتاج أن أنت تبقى بجي مدير فني ملم بكل حاجة في الفترة دي على أساس أنه أولاً مش هياخد وقت أو طبعاً الجهاز المعاون هيبقى لي دور هكلمك على دور الجهاز المعاون وهكلمك على المطلوب من كابتن دياء السيد في الفترة لكن هو الراجل جاي مفترض أنه هيجي التلات يوقع ويحضر أول حضور ليه هيتابع مطش الأهلي وطلع الجيش في مطش السوبر لكن أخذ من كلام حضرتك وأقولك أنه هنا يظهر همية الدور اللي هيقوم به كابتن دياء السيد كابتن عصام الحضري كابتن محمد شوقي معاه إيه المطلوب بينهم في الفترة اللي جاي ولو كابتن رمضان ووجة نظرك بالتأكيد لها كل الاحترام بيتكلم على أماشة المنتخب هل شايف أن الأماشة كانت سبب في تراجع أو الصورة اللي ظهر بيها المنتخب مع كابتن حسام وهل شايف أن في أسماء محتاجة تدخل على كابتن دياء السيد نوا يحطها في الاعتبار ولا يراهن على المجموعة اللي يعبت المشوار في الفترة الأخيرة سواء في تصفيات أمم أفريقيا أو في كاس العالم أولا يمكن أنا هتكلم في حاجة في الأول يا أحمد الحقيقة هتكلم في إدارة لجنة المسابقات في خلال أربع مواسم والأثيرات مواسم إحنا ماشيين بشكل غريب في الفترة الأخيرة أو في الفترات الأخيرة الحقيقة مثل النهاردة بتعرض لعيبتك المهمة جدا 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 في منتخب مصر إذا كان في نادي الأهلي أو في نادي الزمالك أو في باقي الأندية الحقيقة متعرضين لجهاد كبير جدا 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 إحنا بنتفرج على مباريات الحقيقة بتحس إن اللعبة مش قادرين يجروا مش قادرين يمشوا فده من ضمن الحاجات الحقيقة اللي فرقت مع الحاجة الجهاز حسام البدري الحاجة التانية إنك إنت حتى مفيش فرصة إن انتك تعمل معسكر مثلا لمدة عشر تام أو سبوعين في فترة موسمين ودي برضك من ضمن الأسباب الحقيقة من ضمن الأسباب الكبيرة إحنا عندنا قدرت المسابقة بتتعامل بشكل الحقيقة مفيش أي لعيب كرة في العالم يقدر يتحملها إنك تلعب كل مش عارف يومين وكله مظلوم جهاز الفني متخد مظلوم العيبة مظلومة والأندية وأجهزاتها الفنية برضو مظلوم طبعا طبعا إنت حتى لما بتيجي الحقيقة اللي عيب تبقى مميزين إنت حنا عندي لها في فكرة هو الدولي التمنتاشر فرقة ده إنت شايف إنه شيء يجب التمسك به يعني شايف عمل إضافة زود الكرة في مصر أفادي المنظومة منظومة الكرة هي المسابقة الحقيقة لازم تنزل يعني ما تبقاش تمنتاشر فرقة التمنتاشر فرقة ده كتير قوي وخصوصا إنت عندك التابطات دولية كتير قوي دعب